اركان الاسلام بيان اركان الاسلام الخمسة واولها واعظمها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا اله الا الله ومعناها لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له واما شروط لا اله الا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والاخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الاتيين علم يقين واخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران من كبما سوى الاله من الاشياء قد الها مع بيان شهادة ان محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبين للطالب بقية اركان الاسلام الخمزة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا اشتركوا في القناة